أفادت وكالة رويترز للأنباء عن قيام مسلح بإطلاق النار على ضابط الشرطة الروسي واحتجازه طلاب كرهائن وذلك في مدرسة بأحد ضواحي موسكو وقد أعلن قائد في الشرطة الروسية أنه تم تحييد المسلح وإطلاق صراح الرهائن في المدرسة فيما أعلن وزير التعليم الروسي ديمتري ليفانوف أن وزارته ستتخذ إجراءات إضافية لضمان أمن المدارس في البلاد وذلك بعد حدث إطلاق النار واحتجاز الرهائن في المدرسة موسيقى